للحديث عن أحكام الأعدام التي صدرت ضد متضاخري العراق ودلالاتها وسط الرفض الشعبي لها معنا من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عبدالله السلمان أستاذ عبدالله بداية مرحبا بك لماذا برأيك بهذا التوقيت يصدر القضاء في العراق حكما سريعا بالأعدام على أربعة من المتضاخرين في محافظة واسط متضاخري العزيزية يعني هذا الأمر هل تراه إلى عمل تراه أنه حكما سياسيا تحية لك ولمشاهديكم الأكارم في قراءة للواقع السياسي العراقي ومسيرة القضاء في العراق يعتبر القضاء وأحكامه دائما أداة سياسية بيد القوى المتنفذة في الساحة العراقية الحكومة والميليشيات فمحاولة من السلطة وميليشياتها في سد ثغرة تأزيم عدم تشكيل السلطة الحكومة الحالية فأثار هذه المسألة من أجل غطاء على فشلهم في العملية السياسية ومخرجات انتخاباتهم هذه المشكلة بالتأكيد هي الأحكام سياسية بشكل مطلق وتهدف إلى إلهاء الشعب العراقي وإلهاء الثوار عن مطالبهم الحقيقية في إحداث تغيير ثوري لصالح الشعب العراقي بالتأكيد هذه الأهداف هي أهداف سياسية ينساق وراءها القضاء السادة عبدالله منظمات حقوقية تؤكد أن الاعترافات انتزعت بالتعذيب وهناك كاميرات مراقبة لم يتم اعتمادها لو تم اعتمادها لأثبتت الحقيقة وأثبتت ما جرى ما المانع من إعادة محاكمة المحكومين بالإعدام يعني ما المانع من إعادة محاكمتهم في ضوء مطالبات بإعادة محاكمتهم لهذا الإطار لابد علينا أن نعرج على هيكلية الخضاء في العراق وكيفية تشكيله بعد 2003 الخضاء العراقي شكل في أعلى هرمه على أساس المحاصصة والنسب ما بين الكتل السياسية لهذا من الصعب فعلينا إذا فكرنا في إعادة التحقيق فعلينا أن نفكر في تغيير هيكلية القضاء وهذا من الصعب أن يحدث إلا بتغيير هيكلية العملية السياسية وهذا أيضا صعب أن يحدث لأن العملية السياسية مركونة إلى الأحزاب والكتل السياسية فالحل الأمثل لإيجاد قضاء يخدم العراقيين هو إنهاء العملية السياسية برمتها بما في ذلك إصلاح القضاء يأتي من داخل تغيير العملية السياسية هناك الكثير من الأسئلة سيد عبدالله تطرح يعني هناك من يتساءل ويقول لماذا يحكم متضاغرون بالإعدام يحكم عليهم بالإعدام بينما يتم إطلاق صراح ضباط متغامين بقتل متضاغرين سلميين وتم تشكيل العشرات من لجان التحقيق ولم تأتي بنتائج من أجل أخذ حق هؤلاء المتضاغرين السلميين بعد ثورة التشرين تم تحقيق هدف صغير لأهدافه وهو إسقاط حكومة عادل عبد المهدي فجئ بالكاظمي بعد محاولات عديدة لتسويف هذه المطالب والتفاف عليها فلذلك جاءوا به ليتغنى ببعض الشعارات التي أطلقها ثوار تشرين وهي التحقيق في مقتل ثوار تشرين ومحاسبة القتلة فهو تغنى بهذه الشعارات ورفعها كإعلام إله ويسوق نفسه على أسانه هو المنفذ لهذه المطالب وبالحقيقة لم يتم هذا على الإطلاق بل هو جاء لتشجيع القتلة وتشجيع الانسداد السياسي الذي تقوده الأحزاب لطالما هذه الحكومات تتحدث وتقول بأنها حكومات ديمقراطية وحكومات لها مساحة من الحرية تعطيها للمواطنين ولكن مع وجود أحكام الإعدام هذه أين حرية التعبير؟ الحقيقة الأحكام الإعدام بشكل عام هي انتهاك فضل لحقوق الإنسان لأنها تسلب حقه في الحياة وإذا أعرجنا على ديمقراطية النظام الحاكم فالوقائع والدماء التي سفكت من العراقيين تؤكد عدم مصداقية ديمقراطيتهم على الإطلاق ولا يفهموا ولا يفقه شيء من الديمقراطية وأسسها مهما نظام دموي قاتل يعتمد على قتل أبناء الشعب العراقي فمن الصعب جدا اعتماد هذا النظام على أساس أنه فيه مساحة من الحرية وإنما فقط مساحة حرية أحزابهم والسير بفلكهم السياسي وأفكارهم إلى أين من تعتقد أن هذه الأحكام بالإعدام سوف ترهب المتضاخرين وترهب الناقمين على الوضع الحالي في العراق تجارب الحكومات الدكتاتورية والشمولية بشكل عام وقمعها للشعوب تؤكد أن هذه الأحكام وأحكام الإعدام ما تسعى إلا زيادة رقعة الانتقام الشعبي من السلطة وازدياد كفة المتظاهرين والثوار وشد عزمهم وبالتأكيد ستكون الغلبة لصالح الثوار لأن قطاعات شعبية واسعة ستكون بجانب الثوار وتحقق لهم الزخم الشعبي لإسقاط هذه العملية السياسية سيد عبد الله أخيرا ما مدى خطورة أن تراهن الأحزاب السياسية على استخدام الإعدام والقوة والحديد والنار لثني المتظاهرين عن مطالبهم المشروعة الحقيقة الأحزاب السياسية التي جاءت إلى السلطة في العراق هدفها هو تدمير الشعب العراقي والبنية الاجتباعية للشعب العراقي بالقوة والقتل والترهيب ونحن لاحظنا مسيرة سفك الدماء في العراق من 2003 إلى اليوم بدون رحمة وبدون شفقة وبدون احترام لقيمة الإنسان العراقي واسترخاص الدم العراقي على يد أطراف التي تحكم البلد وميليشياته وأحزابه لا أحد منهم يعتبر الدم العراقي قيمة ولا أحد من أحدهم يريد أن يبني إنسان عراقي حتى يحترم وجوده الإشكالية في أهدافهم الأساسية هم بالتأكيد هم أداة لأهداف كبرى وهو تدمير الشعب العراقي وإلغاء خصوصيته وهويته الوطنية من خلال تدمير وقتل أبناء شعبية شكرا لكم أستاذ عبدالله سلمان كنت معنا من كوبن هاجن الكاتب والباحث السياسي شكرا لزيل